هنا معاكم. بالرسمي معاكم. عمرك شريط وبيع التوسي متقلق من ايديه جديد. هذا نتكلمه. وحمد الله قعد لنا الكلم. هاما الكلم بره مشي يحكي مع العطار والخبز والحليبي والززار والدجير كلها تحكي. به قانون مالية انا ما عنديش برشا وقت في اه اه معناها باش باش نسأل جماعة اهل اله معناها الناس يتفهم وصحابي ونسي عندي فيهم ثيقة. لكن قلت هاي بوغين فواه نحنا جمع كيام لنوقت وهاي نشوف شن هو الحاجات اللي نجموا اللي راوها تنجم تجيب حاجة به. راوه فخاطر ما فما برشف له فالنصوص. وهذا يزاد معناها مشكلة اه مشكلة اه قيس ساعات بعض ساعات المفاهيم تكون ماهيش واضحة بطريقة معناها مباشرة. بان جو بانس اللي هو ينكم فما تعديلات تلمان فيه تعديلات عذكر راو فما جمال ناقصة ولا نسب ناقصة لكن نحنا انا شخصيا قلت اليوم مش ناخد حاجات اه معناه اللي باهيت نجم تستغلها في قانون مالية. الاخرين هاوك فما السياسيين والنقابة والاضرابات والسياس والبلاتويت هذي كمتا هوا ما يحكيوا فهم. لكن فما حاجات راو ريتهم انا بطريقة ناوبة اخرى ريت فيهم اه بذرة بتاع حاجة نجم اه تكون ايجابية. بش نبدا بالنس اللي عندهم طوى ينكم ميتين انا ميتين من وقت اه نحن نحكيوا على كارتاج من وقتهم مهضومين. نحكي عالفلاحة ومش الفلاحين اللي بالاكتارات نحكي عالفلاحة الاسخار صغار الفلاحين. اه مطموروا مراهم الفلاحة اللي كارتاج ينواع ليش ازدهرت كارتاج بلكش نحنا فاكل فاكل اذاك في في القولف اذاك متاع كارتاج معناه كانت الصناعة لي 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 كانوا يشريوا من عند الفلاحة الفلاحة التزرع وتونس كان مناخة معناها تعرفوا في الجغرافية كنا نحلوا عينينا على تونس اه دولة متوسطية مناخة معتدل. مناخة معتدل معني ما تلقاش في برشا بلدين. اه معنيها نحنا ريقدين على خزين معنيها حاجة اللي حتى في كيامنا فما الشح في الامتار الصابة صيف ريما تكونش قياسية لكن فما صابق لكن ترقى امن امام. وقبل ما قبل ما اه معناها الاجرونوم اه ماجان اللي اه اللي مرتبط اسمه بالعنب بالتوق معناها كان هو مهندس فلاحي وكاتب معناها مجلدات على الفلاحة معناها اليريجاسيون كيفاش وكان اختصاص متاعه الزرق اه الزراعة على ثلاثة طوابق. خاطر كانوا اه قبل معناها نحكي لكم على اه الفين ثلاثة الاف سنين التالي. الواحة منتاع جيبس كانت براتيكما تمس الواحات الصحراوية. معناها كانت برشا واحات وقبل ما يجيوا اه احبابنا واللي يحبونا الخير واللي واللي بريموم اللي يجيوا هما ما رينا كانت الظو والحق. رينا كان التنوير اللي جيونا من اليمن وحرقوا معناها الواسط. معناها اللي توا حلفة ولي توا هذك هذوكم كانوا غابات تونس الخضرة راي مش لعبة. معناك تقرأ للياد وتقرأ مثلا المؤرخين اه اليونانيين والرومين كيحكيو لكم على تونس معناها الرومين طالعوا الزيتون معناها اللي كيجيوا لكارتاج ينوا يرقاو دجا الزراعات الكارموس كان معناها المشكلة الحرب راي اللي قامت بين روما وكارتاج خط اللي برودويمت يعني والخمور اللي كنت في في كارتاج في تونس اه كانت الجودة متاحة خير كارموسنا خير خطي نحنا شابع بالشمس وشابع بال والبعلي مش كيمة البعلي اخو وقته بش يعمل اه بش يعمل سيكو داير حط التاو انا معناها برشة مرة تمشي كي كنت في في تمشي للاوروبا ترا كارموسة مزيينة حمرة ببردو هكا وما فيهش ما فيهش مطعم كارموس البرك دين اللي كي تاخذه مثلا تمشي البرك دين تعسباني معنا مش اللي نسكو فيه نحنا دوك عنا الغلال وعنا حاجات معناها فريموت تريه بارتيكوليير دوك الحاجة اللي عجبتني في هو حكاية اللي فيكسس معناه فيكسي لهم التو كياخذوا ودئات خاصة في المواسط منتاع الزراعة معناه في المواسط تاع الزراعة مثلا بش تزرع حاجة في قوت في قوت فما موسمية ولا الزراعات الموسمية والحبوب زادا حاجة خاصة يلزمنا نمشي وغاد تو برش يقولوا شركة الاهلية والاراضي الدولية نحنا كنا نظموا كنا معناها شركة الاهلية تكون اختصاصها كنا غذائي وفي ليحي وكل شيء حاب ذيب ما عليش كنا نرقاولها ايطار قانوني يحمي الجميع يحمي الدولة خطر ديك اراضي رهي المجموعة العامة وهو ما زادا يحطهم ايه قدهم مسؤوليتهم نحنا رينا في 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 عدة تجارب اه جميعا نسيت الاسم البلاسة اللي كانوا اللي عملوا فيها اه كما تعاضوا ديه وحدهم اه وجمعوا لصابة اه ديكلا اه برشا الناس حاولوا يعملوا حاجاتها كاكا في البي سي كولتورو سي معناها حاجات كي من هاكا معناها مجموعة من الشباب ومش من الشباب معناها نحكي الشباب اللي عندهم مروح العمل مش اللي جاي داخل معاك اه يرمي تفتوفة بيدخل بالفلوس وبعد يسمبنك يزمك تمن بمشروعك يزمك تعطيه من الروح كيزمك تتعب عليه وتعرق عليه وتفهم وتفهم التراب وتفهم المي باش بعدها باش ما عديها عليك حد ديجا وباش انت كيتخدم حاجة بتفيني تخرج حاجة مزيينة شوفوا معناها شوفوا بالخبرة بالتجربة كيفيش كي واحد يبدأ يخدم حاجة باسيوني كما انت عندك كل نجار كيف كيف واحد نجار يبدأ باسيوني وينقش ويعمل ويعطيك القطعة يبدأ ستينوفردار ارتزان وفهم اللي تعور دزلعور نحن حاشتنا بجميع اللي تدفنة واللي تعطي قيمة الخدمة باش هي كي بعد ستين فالوري زيوني برسونيل معني بتاعتيه هو السعادة من خطر خدمتو باها والصابة جيت باها والسعادة زادة كيفية يبدأ من فيها معاها تفتوفة فلوس ما ما نقولوش ليه نحنا السعادة بليش فلوس راي في ساعة تتفش السعادة بالفلوس تجب تشد تشد روحها شوي فما حاجة لفتة في القانون المالية لسيغار الفلاحين بطبيعة انا ما حصلت الصنارة اللي حدت هالي قانون المالية هو الصندوق تشجيع الابداع الادبي والفني هده هي معنية صنارة اللي انا بحكم تكويني لكن فما حاجة يمكن زادة يزم من دخلوها هكا في الابداع بصفة عامة عليش ما نعملوش صندوق تشجيع الابتكار بانواعو تبتكر معنية تبتكر فكرة بش بش تنظم بها ادارة تبتكر لوجيسيال تبتكر اه تمثيل تبتكر معنية الابتكار بصفة عام تبتكر حاجة بش تربحنا وقت تربحنا فلوس اه مش كونكور لبين كما في فرنسا معنية نحكي حاجة معنية تشجع الناس على الابتكار تعطيه جائزة قايمة اه يجي واحد يبتكر لكان سيستيم مثلا حتى حاجة بسيطة راو حتى حاجة في في السقوي حتى حاجة في الفلاح حتى حاجة في في اللوح حتى حاجة في النعرش هنا في الترانسبور معنية نعملو حاجة اه بتيكار جوائز اه دعم ميدي خلي الناس تخدم الميدي ده شخما خد تجم ترقاها ثقي وقاري وكل شي وهو عندو من داخل اي اسم الادارة ومن السيستيم ومعندوش معارف ومعنية وتاعب ويخدم في خدمة مش خدمته كيفية تحبه مخه يبتكر اما كان يبدأ هو بالفكه ذاكة ويعرف وانتي معنية تعاون ومعنية تعاونه مش كان ماديا معنية معنية دعمه توفر له حاجات اه تعطيه معنية الامكانية حتى بش يسافر يراه مثلا واحد انت جايب لك سيستيم اه يعمل لك يعمل لك لتورجانيز عندنا مشكلة في الحليب لتورجانيز الكوري يبعثوا الستة شرفي ضايعة نموذجية لبرة ويجيك معنية مكتمل اذا هو باسيوني بارسا معنية هذي يزم وذي يتم على هكذا هو يتم اه او نيفول فريمونت ري لوكال معنية اللي دار اخي اللي دار تعرف العبيد الكل هما شنو كفائتهم وشنو يقولوا ولا شنو افكار هما جيدة ولا ايه ما يزمنا معنية يزمنا قاو حل رويحنا يزمش نستوردو الافكار نستوردو في القمح نستوردو في الدوفيز يزي 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 يزمنا يزمنا نشجعو اللوكال شجع شجع شعبك باش يفكر باش يخامو باش يرقى فكرة ما يحشمش يقول زاي انت يضحكو عليا كنهزة ذي كنهزة البنكية جيتا يضحكو عليا نهزها للجام عمش نعملها اليها بحث معمق يضحكو عليا لليه راي برشا افكار بديت يضحكو عليا شوفوا مسيرت واحد كيمة توماس اديسون كيفاش يضحكو عليا وش قالوا عليا في المكتب والرسالة اللي بعثوك فشتا شوفوا انشتاين فوقت الباك ما راي اشي عذيك اخذي الباك مش عديها اذيك كجماعة كالكاركارة ولي من دوبلين وقت يبوه يحصروا يقولوا ياه يقولوا لي يا بابة يا انشتاين عديها سبني لي لي مش عديها انشتاين عدا الباك لكن لعدة مرات كيعدي يعطيهم بضاعتهم لكن يقولون لهم في ورقة يحطها مع مع الليزيك زمان وقت في الباركور يقولون لهم راي هذية راي غالطة راي هكا وهكا معنيها كان يستشرف كان مخه منفتح على حاجات معنيها سبق سبق عصره العلمي فما زد صحافة المكتوبة ريت حاجة لكن اللي التي لم تصرح عوانها ومع الماليكي لبعض الوسائل معنيها نرقاولهم إجراءات مع الصاندق الاجتماعي هذي كديمة فك اللي دار التنصية بعد ساعات تلمون بروسيدور مزيل عنك دياري فيربال. قدمه مبسطه راه وقدمه لحبيه تفهم ومخاخها تتحل. فما زيد بو حكاية اللي حليب الغاء معلوم توريد الزبدة والزيت الحامض ونعش الزيت الحامض شخص دو بيه. الزيت الحامض بيه اللي اه حكاية الحليب الغبرة ولو مبارشة جبدو عليهم اه ما عرضوا تنيش انا شخصيا انا خطر زيدة قد في الرايد الرسمي واحدش بشيقرة. فما زيدة اه الضريبة على الثورة العقارية. مبارشة قالوا الضريبة سكنية ليه? اه حاسب ما قريد في النص. الضريبة على الثورة العقارية ليه فوق 3 مليار. معنى الدار انت يعوه فوق 3 مليار. اه ضريبة بصفر الفاصل الخمطة. بيه هنا فما شوية جماعة سقطوه جماعة تلتيكة. معنى اللي منافن فين نفهموكم انا شخصين كان جيت عندي الدار فوق 3 مليار دوائد. ساعة اول لان ما تسمعوني اشاني. اراني التوى عدي ويكاد الحق. وكان اه وشنوى الحالات اذي المتاع واحد ويرث وهو فقير دار 3 اربعة مليار دوائد. كان تشوف البرسنتاج تتركها واحد على مليون ولا واحد على مية تلف. معنى اول نعرفو نحنا فما برشا ديار في المدينة. فما ناس تسكن غادي. ابوير فيناها اب عن جد ومخرش. وبع ساعة بلاصتها بارك قيمتها 3 مليار دوائد مش البني هما. دوك حالية ندرة. معنى هل يستقيم نحنا نبدله قوانين. لكن انا يعجبني القانون هيدا مش حكاية شعبوية ولا يفو تاكسي لغيش. خاطر اينا نعرف اللي ببرشا ديار مثلا تمشي في جتي في نيبل ولا تمشي الحمامات فما بلايس الديار مسكرة تس عشر. ما يحلوهم كان في الصيف. دوك نغمال تعطيه معنى ها تاكس عال عال كيماليس في فرصة معنى امبو سغلا فورتون اه فانسير عندك جوز ديار معنى عندكم كنيت اه معنى هفامة اه تباركال لفامة ناس عند عشرين ثلاثين اربعين سنين هم عندهم ديار سغوندير و بيسينة ومي كل شاي. سي بو جيت فترة تاو فترة مكبوصة شوي نيك بسو تتفارها تيار جعل انتاج بعد استار جعل معنى جو بانسكو ظرفية حاجات كيبنك اما زاد هنافة من الناس يقولك حاجة ظرفية عمرها ما ترجع كيما التنبري قعد هي الفينيات متاع الكربة معنى الفينيات راو يكون قعد معنى اه الدول اللي كيف ناك اللي اللي تفتفوا من بارتو بالحق دولة تفتفة يعني بتجمس تعمل فينيات وطاكس فارد مرة معنى سامحونا اه اه كاملوا في دقيقتين معنى حاجات اخرين اه فما التاقات البديلة التشجيع متاحة اه في جزائر اه تابو نعمل جمع اللي فاتت عندهم البترول والجاز وكيتمشي انا نمشي غادي اخدمة برشا في الدزير كيتبدا عندي كرب ونمشي سب البلا معنى ما تبكي على الدول مسانة غيانا فو اخلاف الاف اربع الاف معنى بفلوس نراو حكاية فارغة دونك اه تشجيع التاقات البديلة دونك تزير وعندهم اذاك الكل وتابو نعطاهم معنى ها نحل برشا اعمال اعطاها برشا امتيازات للطاقة البديلة نحن نزيد عنا الصحرا وش هي اللي اه دونك اه فما اه موان دي برسانة من معاليم الدوانية على التاقات الماتريال اللي داخل طاقة البديلة اه لاستعمال لطاقة البديلة وانا ننصح الجميع معنى اللي جون يزم لنصنعوا ساعة معنى اكواسسور 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 واحد اه يجيب يستورد في هكا ماتريال اذا بش هو يستحفظ يزمك تبدا ساعة من القبل ما انتي تكابتي الشامس يزمك تكابتي اللي ناس اللي تصنع اللي كابتور انت على الشامس يزم يكون صنع محلي ويزم يكون معنى معنى ها معمل وقت هالدولة تسين انتي في عطناحيك لدي برساة ولا اخوي انا عمل لي معمل وسكر لي معاليم الدواني معنىش الحق اه ما تاكي تعمل انتي حاجة لوكال وتكون دوكاليتي خدرتوا بانو بربي عنا مهندسين بارتو في العالم معنىش معنى شموش نيخذوا الان بروفي معنىها ونعملوا ولا نكرين نوتر پروبر بروفي باش نعملوا التاقات البديلة اكواس اصير معنى باش نعودوا نغلطوا نفس غلطة الالبترول الالبترول نجيبوا الشركات اللي عندها الانجينيور وعند الاماتيريال بش هي جي تنقبوا نحن نيخذوا انبار من البيترول اللي تحت ارضنا عليش خد نحنا انا با ديفلوبي ان اندوسطري بترولير عنا الانجينيور مارتو في العالم في في الخليج الاغلاقة ما نحكي لكمش في التكساس مرنا في امريكا زادا اه معجلة ونصير براتيكمان في بشيط البلاد في الدنفر معنا التوينس اللي يريتم غادي براتيكمان تلاثة والاربعة يختموا في الزنديستوريب بيترولير معنا يسون بارتو نجمو كانو ينجمو طاو في التقات البديلة ما نعودوش نفس الغلطة. اه هما حاجة زادا فلو في ما يخص الحسابات بالعملة الاجنبية ما نتصورش بايبال لكن يظل يخذيه هكا الدرس مجمعه اللي صارت لهم مشاكل في ديوينة كي حابوا يدخلوا فلوس. عشرين في المية اختياء اللي يخلص حاجة كاش فوق الخمسة ملايين هذي انا معاها خطر نخل نقصه شوية من الترافيك وفما زادا معناها مساري في البحث معناها بش تصرف الدولة على الابحاث على الاقتصاد الاخضر معناها الاقتصاد اللي يحترم البيئة وهذي حاجة ايجابية ما نجم كان انصفقوا عليها بعد زادا تمبر جي بي اي دينار وفما حاجة اخرين فلو لكن انا هذي اللي معناها في كامب هكا اشو اول مرة بحاجة في سوتي تراج بليش مسافة ما اشو نقول اللي هذو من نجمو فمانية انت حاجة مودين حاجة نجم تصلح يقعد ديما الرخص يقعدوا ديما المشاك بش تحل الرستوران السياحي يلزمك هذي ولي هنا الرخص تقول لكلها معناها العبية تشد شد اقول داير في مصر بتصير له مشكلة كبيرة هاليا ميت خاطر ولي والرخص الكل تخرج من الداخلية معاش من التجارة والحكومة معناها يلزمك عندك ترخيص من الداخلية بش تحل المحل وبداية العبية تغلي من داخل خاطر داخلية متمكنة من 90% من الاقتصاد ويكملوا اللي بش يعملوا معناها مشاريحهم وحدهم ما غير الجيش والداخل والامن يلزمهم يأخذوا ترخيص من عندهم نمشيو كانت هذي للبرتية الفانية نمشيو اللي قلت لكم بش نمشيو للتحليل الحكاية اللي صايرة توا في باريز والناس اللي كانوا يتابعوا في باريز سايد دنيا الشعلة نمشيو للفقرة الثالثة